بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن تأتي الجلسات في السياق طلب الجامعية العامة لأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية